تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في وثائق جديد من وثائقيات سيلفي سبورت القناة الأكثر تنوعا من حيث أفكار وأشكار المحتوى عشان هيك مدعوكم تشتركوا فيها دائما معكم أنا محمد عواد وحلقة اليوم عن مفهوم غامض شوي مفهوم علميا مستحين نحسم بجواب لكن حنحاول نقرب من الحقيقة وإحنا بنتكلم عن سؤال هل هناك حظ في كرة القدم؟ كرة بالعارضة تلات مرات في مباراة حاسمة لاعب بيتزحلق دون أي ضغط عليه فبيخطأ فبيتسبب بهدف بفريقه تزديد من خمسين متر فبتطلع صاروخية عجيبة ما يمكن تكرارها أبدا مهما حاول اللاعب المسدد فعل ذلك طوال مسيرته وبتسكن هذه الصاروخية في الشباك هدف يعطي فريقه البطولة أو قرعة سهلة جدا بتخلي طريق فريق معين إلى النهائي مثل نزهة في حقل من الزهور كلها حالات بتأتي في كرة القدم تجعل الناس تسأل مش هذا حض في كرة القدم وفي الحقيقة الجواب نعم هناك حض في كرة القدم لكن اصبروا مش هذا اللي بندور عليه في الفيديو هذا نحاول ندخل أكثر وندور على جواب أكثر عمقا في مسألة الحض فالسؤال اللازم نبحث عن جواب إلو فعلا هو ما هي نسبة الحض في كرة القدم في المداية لازم ننتبه الحض ما بيعني أنه فريق دخل بخطة غير ملائمة هذا اسمه خطأ تكتيكي مش حض أو لاعب كان لازم ما يبدأ اللقاء لأنه غير مناسب أو مش جاهز هذا اسمه خطأ مدرب أو فريق غير جاهز للدفاع ضد الركلات الثابتة هذا اسمه كسل فني استبعدنا هذه الحالة أوكي تمام نبدأ موضوعنا طبعا أكيد سمعتم مفهوم الأهداف المتوقعة أو الأكسبيكتد جولز هذا مفهوم فعلا تم صناته عشان الحض ما يغش المدربين ومحللين الأداء أو اللاعبين لأنه ممكن فريق يسجل هدفين من ربع فرصة حرفيا وفريق يضيع 30 هدف في يوم عادي بتصير هذا الأكسبيكتد جولز أو الأهداف المتوقعة هو رقم باعتمد على معلومات تاريخية عن احتمال تحويل كل كرة إلى هدف حسب مكان التزديد وبيعتمد على هذا التحليل بحيث أنك نهاية المباراة بتعرف أنك سجلت هدف لكن حسب الاحتمالات فأنت كنت لازم تسجل 3 أو بعض الأحيان كنت لازم ما تسجل بس هدفك إجا شوي باللي تكلمنا عنه اللي هو الحض في عام 2018 خرج حارس كرة قدم ألماني سابق اسمه لوتس فانينستن محلل تلفزيوني هو أيضا نكشف مواهب بتصريحات غريبة شوي قال الحض موجود بلا نقاش في كرة القدم لكن المهارة والتدريب يقللان من تأثيره وفي بطولات كبرى ككأس العالم حتحتاج الحض بنسبة 20% 20%؟ نسبة كبيرة يا لوتس طيب في ألماني ثاني فائز بكأس العالم 90 هو توماس بيرثول اللي بيقول بالنسبة له الحض 5% في كرة القدم وعلى المدى القصير ممكن يكون مع الضعيف أو القوي لكن على المدى الطويل فالحض دائما مع الأفضل خلونا ندخل أكثر في القصة ونشوف مين رقمه أفضل ومين رقمه أقرب للمنطق الخمسة بالمية ولا العشرين بالمية لو فكرتوا فيها بعمق مين أكثر ناس بيخافوا من الحض وتأثيره في كرة القدم؟ المدربين اللاعبين نعم الجمهور بس فيه ناس هتخسر فلوسها لو الحض كثير تدخل في كرة القدم من هدول؟ شركات المراهنات اللي أكيد كنا ما بنتمنى نشوفها في اللعبة لكن بالنهاية هذه الشركات بتحاول دائما تقلق نماذج تخلي توقع النتائج علمي عشان تقدر تحط الرهانات اللي بتخليها دائما تربح وبتكره جدا هذه الشركات شيئس محض لأنها بتفسد كل حساباتها ومعادلاتها العلمية وتؤدي إلى خسرتها موقع بيتنك دوت كوم هو موقع بيحاول يلعب دور استشاري في المراهنات قال على مدى ست أسابيع في بطولة الدوري قد يلعب الحض دورا لكن في نهاية الموسم يتساوى الحض السيء مع الحض الجيد يعني عوزن يوم إلك ويوم عليك على المدى الطويل وبيضيف الموقع بلغة أخرى كلما طارت المدى الزمني للمسابقة كلما أصبح تأثير الحض أقل وهذا ما لحظناه مثلا في بطولات رشق السهام أو ما تسمى الدارتز فالمهارة على المدى الطويل هي من تنتصر أعتقد كلامهم مقنع بغض النظر شو عم بيشتغلو بس خلونا نغوص أكثر في القصة ونبحث عن أمور تكمل الجواب لأنه والله يمشترككم اليوم إلا وجميعنا مقتنعين بوجهة النظر الروح على واحد اسمو بريتيك فاشست مستشار في الإدارة الرياضية موقيم في نيوزيلندا وجدت له مقالات فيها بعض التلميح عن مسألة الحض وإحداها فيها جملة مهمة كرة القدم عالية المستوى تحاول فيها الفرق أن تسيطر على أكبر عدد ممكن من العوامل لتصبح نسبة لعب الحض فيها أقل مثلا لو لديك لاعب تطور لتكون دقة تمريره 90% مهما كانت الظروف فالحض لن يستطيع أن يؤثر إلا على 10% فقط بالنسبة له لكن لو كانت جودة لاعبك 50% فقط فهنا الحض دوره أكبر بمعنى آخر كل من فريق كان اسلوبه متمكن منه أكثر تحضير البدن الذهني التكتيكي شامل لاعبي مناسبين جدا لأسلوبه هجوما ودفاعا فرصة الحض أنه يدخل في اللعبة بتصير أقل لكن لو دمجناه مع خبراء المراهنات واللي حكونا الحض تأثيره قصير الأمد فإنه ممكن ييجي يوم سيء والحض يمنعك لكن على المدى الطويل حتكون متحكم أكثر طيب مين صح؟ اللي قال في بداية الفيديو لحض 20% ولا 5%؟ كم نسبة احتمال الحض أنه يخليك تفوز؟ هناك دراسة حاولت توصل لرقم يتعلق بمساهمة الحض فعلا وخصوصا بعد دخول التكنولوجيا خط المرمى وبعد دخول الفار لأنه دخول هذه التكنولوجيا خط المرمى والفار ألغت بنسبة كبيرة الشئ كان يسمى عنصر الحض التحكيمي وفي دراسة عام 2013 اعتمدت على أكثر من مليون مباراة مصدرها مختص تحليل الداتا والبيانات ستيفن أقهسن هذه وصلت أنه أكثر نتيجة في كرة القدم عم تتكرر هي 1-1 وبعدها 1-0 وبعدها 2-1 بنسبة 11% 10% 8% على الترتيب وهون اللي عملوا الدراسة تحت الحض قالوا بما أنه هاي أكثر ثلاث نتائج عم تتكرر فأحنا منتكلم عن هدف لثلاث أهداف في اللقاء بالشكل عام وقالوا لو كل هدف بده دقيقة بس يعني ثلاث دقائق على الأكثر عشان الثلاث أهداف وكرت القدم طولها كم؟ تسعين دقيقة فأحنا منتكلم عن ثلاث دقائق من تسعين ممكن الحض يلعب فيهم بعد منشي العنصر التحكيم ونفترض أنه الفريقين جاهزين للقاء أعتقد بلشنا نقترب من الحقيقة والآن خلونا نروح على الفصل الأخير لإعطاء الجواب لو أجيت قلت لكم شو معادلة الفوز البنطقي نقول لعبين جيدين زائد مدرب جيد زائد خطة جيدة دفاعا وهجوما زائد تأثير الجمهور لو كانت المباراة في ملعبك أو سالب تأثير الجمهور لو كانت خارج ملعبك ودكة جيدة وشوي يتحض ودفس المعادلة بتنطبق على أي فريق وأي خصن واللي مجموعه أكبر بيكون احتمال فوزه أكبر يعني لما تكون انت فريق ممتاز هيحتاج الخصم حظ كثير أكبر لو كان هو ضعيف عشان يغلبك وين المشكلة بهذه المعادلة قبل ما نخلص هذا الفيديو إنه كل ما كان الفريقين متقاربين بالمستوى من حيث الجودة والمدرب والخطة والدكة الحظ بيلعب دور أكبر لأنه باقي العناصر متشابهة عشان هيك الفرق الضعيفة صعب تتوقع نتائجها مع بعض وكذلك الفرق القوية مع بعض هذا معناه الحظ في المواجهات الأصعب أهم يعني مثال ربما أضربه مثال بسيط اتشيلسي وأتلتكو مدري المباراة الأخيرة اللي انتهت بهدف مقابل لشيء بمقصية جيرو هذه المباراة الاثنين دخلوا مجهزين نفسهم مئة بالمئة صح اسلوب سيميوني ممل لكن لو رجعنا لمعادلة الفوز حنلقاهم متكافئين الحظ انه جاء لعب من أتلتكو وصنع ليه يجيروا هدف وسجل هدف بمقصية جميلة لو تكررت ربما لن يأتي الهدف فهون الحظ شفنا الساهم بدقيقة واحدة في 90 دقيقة وعشان هيك كانت وجهة النظر انه الحظ تأثيره من واحد لثلاثة بالمئة وعشان هيك بنتذكر ايضا فرصة روبين اللي ضيعت كأس العالم على هولندا هي حظ من وجهة نظر هولندا لكن من وجهة نظر إسبانيا انهم هم أبعدوا الحظ نتيجة انه كازيس كان جاهز وعشان هيك جمهور برشلونة دائما بيتحسر عفرصة دمبلي مع ليفربول اللي كانت حتينهي شيء اسمه المنتادة والآن بنوصل للخلاصة لازم نفهم في النهاية انه مستحين نقدر نعطي رقم واحد ونقول فيه هاي نسبة الحظ بكرة القدم لكن انا شخصيا بعد ما قرأت وبعد ما نقشنا المعلومات اللي حكيت لكم اياها مقتنع انه نسبة الحظ من واحد لخمسة بالمئة بشكل عام ومؤمن انه كل ما تكون جاهز كفريق كنت قادر تهزم الحظ يعني ممكن يجي فيك قول مش طبيعي او ظلم لكن لو انت متماسك كفريق قوي ذهنيا متعدد الافكار اكيد رح تقدر ترجع وايضا مؤمن انا شخصيا بانه صعب تجيب الدورة بالحظ بس ممكن تفوز بمباراة بالحظ وممكن بطولة مجمعة تنتهي بست مباريات تأثير الحظ يكون فيها اكبر لكن صعب كثير في بطولات اطول فيها النظام الجمهور والذهاب والاياب ومؤمن ايضا كل ما كان المدرب اكثر مرونة هجوميا ودفاعيا كانت فرصته بانه يواجه الحظ اكثر وبنختم بمقولة لايان دينكن سميث الوزير البريطاني للسابق اللي قال فيها الحظ شيء عظيم لكن معظم فترات الحياة تعتمد على العمل الدقو يعني باختصار ممكن تفوز بمباراة او بطولة بالحظ لكن مستحيل تصنع مسيرة كفريق او لاعب او مدرب بمجرد حظ بنوصل هون نهاية الموضوع وبتمنى يكون مفيد لكم جميعا واشتركوا في قناة سيرفيسبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى